اشتركوا في القناة يعني نقطة مهمة جدا اود ان اركز عليها ممكن في عندنا اندية خاصة تهتم في تنمية الاطفال رياضيا وكذلك في اندية حكومية تنمي مهارات الطفل سواء هذه الالعاب هي العاب فردية كالالعاب القتالية مثلا او حتى المبارزة او حتى التنس او العاب مثلا تكون جماعية اللي تعتمد على الجماعات مثل كرة القدم وما شابها من ذلك كرة الطائرة كرة السلم هل تعتقد استاذ محمد ان هذه الالعاب الفردية الجماعية الحكومية والخاصة هذه الجهات تقوم بالالتفات الى شخصية الطفل وتهذب نفسيته ولا ما تدخل فيه بالنسبة حق الاندية والاماكن الحكومية او الخاصة منها كافي انت كدولة حطيت لهم قانون انت حطيت انت يا دولة حطيت قانون حق الاندية او الاماكن الخاصة طبق القانون او التزم فيه القانون راح تلقى انتاج هنا نروح حق موضوع او الجانب الواقعي منه اذا كان الشخص هذا اللي قاعد يطبق القانون عنده الادوات المتوفرة وعنده خينقول مثلا العلم الكافي حق هالنقطة هذه راح يطبق بشكل سريم لكن هذا ما ينطبق على جميع الاندية الرياضية ولا ينطبق على جميع الاندية الحكومية او الخاصة منها يعني كمثال انا الحين لما اقول لك انت عندك قانون مثلا انت تقدر تسوق سيارة تمام اوكي تسوق سيارة فوق 18 سنة يسوق سيارة هل كل اللي فوق 18 سنة يستخدمون القانون هذا بشكل صحيح؟ بس انا كدولة حطيت القانون وعطيتك السيارة او انت يا وكالة عطيتك السيارة بس انت يا شخص هني انت دورك انت شون بتستخدمه؟ استخدمه بشكل ايجابي او بشكل سلبي؟ طيب كذلك انت يا مدرب او انت يا جهة حكومية او جهة خاصة شون الاستراتيجية اللي انت ماشي عليها؟ هل انت بتطبق مثلا مبدأ المساواة بين الجميع؟ هاو انت مثلا بتاخذ الجارب المتفوق فقط ما عندك مثلا خنقول الضعيف رياضيا مثلا انه انت تخليه يشترك مع القوي رياضيا يعني تاخذ بس الجاهز خنقول طيب من الافضل الحكومة والخاص في جانب تأهيل الطف الرياضيا؟ لا اثنين جيدين بالعكس يعني ما اشوف انه والله الجانب الحكومي هو الجانب الحكومي يتوفر فيه بعض الصلاحيات شوية احلى يعني للمتدرب نفسه لكن بشكل عام حتى الاماكن الخاصة دائما قعي يحاولون انهم يبرزون او يثبتون خنقول جدارتهم في المنافسة مع الجهات الحكومية صحيح فهذا قعي يولد نوع من التوازن شوي بينهم يعني برا في بعض الدول القربية انصح التعبير اذا عندهم سلوك خاطئ هذا السلوك الخاطئ يشيلونا من خلال الرياضة اذا يقول لك الوالد مثلا كثير الحركة حركة شيطان عندنا مثلا يسمونا شيطون شوي وايد العبطامر يروح يودونا للجانب الرياضي حتى يفرغ الشحنة الرياضية اللي فيه او يفرغ الشحنة شحنة النشاط اللي فيه في الجانب الرياضي فيتم بشكل غير مباشر تقويم هذا الطفل والسلوك هذا الطفل في الجانب الرياضي هل هذه الثقافة موجودة عندنا؟ شوف هو اول شيخ نتكلم عن نقطة انه هو هل اهوة فعلا رح يفرغ ولا لا لما نتكلم هو رح يفرغ ولا لا انت عندك طاقة معينة في جسمك من اول ما قعت من النوم استغلت مثلا نصها ذهنيا خنقول مثلا في الدراسة بعدين استغلت النص الثاني ريحت ورحت حق اللي هو الفترة النشاط اللي خنقول اللي هي وقت الفراغ لان وقت الفراغ هم يعطي نشاط هنا لما توجه الطفل انه اهوة يفرغ الطاقة هذه او مثلا الساعة الرياضة في شيء ايجابي انت عدلت سلوكه مجرد ما انا اجذبك حق شيء ايجابي اكيد وخرتك عن شيء سلبي فهني اهي تفريغ الطاقة اللي موجودة في الطفل من هالناحية انه انا اشغلت وقت فراغه من نفس الوقت انا دايما اقول حق ولي الامر انت عليك ان انت تحط الابن على الطريق الصحيح يعني انت عليك التوجيه اوكي لا تخيقول نعدم شخصية الولد او ما نخلي عنده الشخصية القوية خليه مثلا انه هو يجرب اكثر من جانب الين يبدع في جانب اكثر من جانب ترى ممكن الولد يبدع في جانبين بس هو يشوف نفسه في واحد اكثر منهم هني اهو رح يفرغ طاقة اكثر لانه هو حاب المجال هذا ومبدع فيه اكثر هل فيه اهتمام كافي برياضة الاطفال بالكويت؟ لا مو كافي بصراحة نحتاج دعم اكثر نحتاج انه يكون فيه ثقافة ان الرياضة هذه جزء من حياتك اليومية هذا طبعا مو بس حق الطفل حتى حق الكبير يعني اغلب الاحيان تلقى مثلا ان اللي مارسون الرياضة فترة وبعدها يقطع او وقت معين من اليوم او من الاسبوع وما يكمل عكس فيه الدول اللي بره اهوه من ضم البرنامج اليومي عنده لايف ستايل نمط حياته ايه بالضبط عنده نمط حياته انا رح العب رياضة لدرجة انه عنده ثقافة اذا ما كفى الوقت اللي اهوه مخصصة حق الرياضة مثلا خنقول في الفترة الصباحية يروح فترة مسائية ثانية او يعني يحاول يعوض يعني هذا من كثر اهتمامه اهوه بالجانب هذا يعني بس الي ينقص رياضة الاطفال بالكويت بس الثقافة يعني قلتلك هل انت راضي عن مستوى رياضة الاطفال بالكويت قلت له ليش؟ كنت بس الثقافة ثقافتنا والوعي بس الينقصنا ثقافة ما ينقصنا عندية، ما ينقصنا مدربين ما ينقصنا اهتمام اكثر، ما ينقصنا مشاركات اكثر، ما ينقصنا مثلا المعسكرات Gastee خارج دولة الكويت؟ أنت يب نقطة مهمة إذا بتقول لي أماكن بقولك موجودة بتقول لي مدربين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا كفاءات رياضية منهم اللي يروح على حسابه الخاص يحتك مع دول برا لكن احنا فعلا تنقصنا موضوع اللي هو المشاركة والاحتكاك مهما لعبت الطفل أو حتى الكبير موضوع المثلا المنافسة لما تكون مشمولة على دول الخليج مشمولة على دولة الكويت فقط غير لما يحتك بالدولة يكتسب ثقافات أكثر حركات ومهارات أكثر وحتى في خارج النطاق الرياضي خارج الملعب خنقول في أهم الثقافات وحركات يؤدونها رياضيين اللي برا ما نقول لنا احنا غلط لكن حلو لأنت تأخذ منهم ويأخذون منك نعم يعني تعتقد أن القطاع الحكومي الخاص قادر على أن يتبنى هالموضوع يرسل برا ويستقبل ويسوي معسكرات ولا ما رح يقدر خلال هالفترة هذه إذا ظل على هالمستوى الرياضي على هالمستوى لا ما يقدر يعني بس هو ممكن يطور من نفسه ممكن يكون فيه مثلا بعض التجارب إذا مثلا كانت فكرة دعم من بعض المتوجهين في هذا الجانب يعني احنا عندنا بعض المرات أو بعض الحالات اللي شفناها نستشهد مباراة البرازيلة ما يولا كويت نعم هذا كانت فكرة من ناب من رزوق الغانم نعم أهوى تمنى الفكرة بدي نفذها كانت النتيجة أنهو طلع فيه منتخب عالمي يحتكم فيه منتخب الكويت ممكن يكون عندنا الشغلات هذه يعني مو صعبة أن أنت تقدر تسوي هالبرنامج هذا تمام أنت حتكيت مع أطفال وايد بحكم تدريبك لهم نعم كمدرب صح نعم هل شفت أن هؤلاء الأطفال عندهم بعض السلوكيات الخاطئة اللي مع التمرين والنصيحة بدي تخلص منها مثلا عصابي ما يسمع الكلام يتأخر موم التزم هذه الأمور التي يعني ممكن موجودة عند عيالنا بشكل ملحوب هل التمرين يبعد عنهم هذه التصرفات لا شك أن الموضوع هذا موجود وهو جزء من الرياضة وجزء من حياتك اليومية نعم أول شيء نحن لازم ما نكون عندنا ضجر من هالنقطة لأن هذه طبيعة الطفل يعني لكن اللي قاعد يصير أن أنت ممكن تتبع مع الطفل مبدأ الثواب العقاب ممكن أن أنت تربط الطفل هذا بشيء أهو يحبه أو ممكن تحبه بالطفل فيك لأن أهو إذا حبك رح يسمع كلامك يلتزم معك بالأمور هذه بالإضافة لأن أهو ممكن أنت تعطيه بعض المقارنات لكن هذا الجانب ما أحب أنهو يكون شديد شوي تعطيه من ملاحظات أنه شفت فلان شنو سوى مد حق الشخص أو الطفل الثاني وتصرفات الطفل الثاني من غير توجيه اللوم حق الطفل اللي عنده ضعف أو قصور في هذا بشكل غير مباشر يعني بالضبط طيب مثل عمر المناسب لنصيحة الطفل بتوجيه بعض النصائح له لأنه عنده بعض السلوكات الغير مرغوب فيها مثل سن المناسب من خلال حتك معاهم بالنادي تقريبا الأساس في هذه النقطة يرجع إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم علموا أبنائكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فإحنا نقول دائما رسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى فأكيد الفترة اللي هي من سبع إلى عشر سنوات هي أفضل فترة للطفل أنه هو يكتسب مع عدم إغفال الفترة اللي هي بالبداية من خلال نقول سنة إلى سبع سنوات وتوهم الحين هم قاعد يقولون بالدراسات أن هذا أفضل شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قالها هم توهم هم قاعد يقولون هذا أفضل وأفضل عمر هو في السبع سنوات بالضبط تمام شو السلوكات اللي تشوفها منتشر عند أطفالنا وما هي زينة أغلب السلوك اللي منتشر عند الأطفال دائما هو عدم خي نقولي التزام تأخير يعني ولا يغيب ما اسمع تأخير ولا يغيب لا التأخير هذا يعتبر جزء من نمط الحياة تحوشة زحمة يعني أحد الأطفال مرايان يقولي الشاي بضيع ضد طريج شو تقول له هذه مو نقطة التأخير أنا ما أعتبرها عدم التزام كثير ما أنا أعتبرها ظروف لكن التزام أنه هو مثلا يلا خلن نسوي التمرين اللي فلاني تلقاه هو متأخر يكثر مثلا من الأحاديث الجانبية وقت التمرين ما عنده جدية بالتمرين ممكن أنه هو أثناء التمرين يكون فيه احتكاك أو مثلا خلنقول بعض الحالات مع صديق له مع زمين له في أثناء التمرين هذا طبعا على فكرة جزء كبير جدا من هذا الجانب يعود على المدرب نفسه إذا كان أنت يا مدرب التمرين أنت معطيه مياه ممل يبدون يطلعون بعض يلتفتون على الحركات الثانية لكن إذا كان تمرينك فيه نشاط وحركة وحب حق التمرين تلقاهم من جذبين يلا كابتن متى دوري متى أنا أروح أسدد متى أنا أروح ألعب بالكرة يكون ناطر أن أهوة يؤدي الحركة لأن التمرين مشوق حقه أهوة مشتاق حق التأدير أن يؤدي الحركات بالضبط نحن وصلنا معاك لختام كل الشكر وتقدير لك تعبناك في الأسئلة وأعتقد بأن هذه الرسالة اليوم موجهة لأولياء الأمور وكذلك للمسؤولين في الأندية نحو احتضان أطفالهم في نهاية هؤلاء أطفالنا وهم أطفالكم وتعديل هذه السلوكيات لنا ولكم وعلى مجتمعنا الحبيب الغالي الكويت كل شكر وتقدير الأستاذ محمد السيد مدرب كرة قدم ومدرب تنمية بشرية وأيضا عندنا فقرة سنتحدث فيها عن جانب الاختراع البيئي اختراع يخدم البيئة البحرية ولكن بشكل مختلف هنروح مع بعض فاصل متى ما نعود نتواصل وإياكم اشتركوا في القناة